شكى تجار في محافظة المفرق من تعدد الجهات الرقابية على الأسواق التجارية تنفيذاً لأوامر الدفاع حيث تعيق الحركة التجارية في داخل المحافظة التجار أبدو سياءهم من تعدد الجهات الرقابية وكثرتهم مما يتسبب بتعطل الحركة الشرائية وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة خصوصاً بضعف الحركة الشرائية والاقتصادية التي تشهدها محافظة المفرق ومحافظة المفرق سلمان النجادة قال أنه تم عقد اجتماع مع الجهات المعنية لبحث المعيقات التي تواجه القطاعات كافة والعمل على حلها حيث كان أبرزها تعدد المرجعيات التي تطبق غانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبها بالإضافة لمشكلة البسطات وأزمات السير أنت ممكن تتعرض لليوم خمسة حملات ومو يجيك واحد يقول لك وين اللقاح وواحد يقول لك وين الكمام وواحد يقول لك لا أنا مسؤول عن الكمامة وواحد يقول لك لا أنا مسؤول عن سنة أخضر وأحمر وأصفر فهي كثرة التفتيش هاي تمام بتطفش الناس من السوق يعني بطلنا نعرف مع أي جهة بدنا نتعامل كل الجهات صارت تتعامل معانا على أنه إحنا شعب بس جايين لحتى نتخالف مش جايين نشتري أو نتسوق أو كتاجر بده يبيع ويستفيد الآن بطل في استفادة أكثر من لجنة أكثر من لجنة يعني عشر لجان بجوز كل يوم بيجو بنفس الشارع وهو شارع واحد فكيف يعني إلا إلا ما يجي يوم من الأيام يفوت لعليك مثلا نزوم ويكونش لابس كماما وتنسى تحكيله وأنت فمباشرة بيجي بخالفك يعني يعني اليوم كان تركيزنا كبير على وجود عدة جهات حوالي 14 جهة أمنية بتفتش عن مشارات تجارية يعني هذا سبب أرق نفسي على التجار وأرق مادي أنه التواجد بكثافة هاي شي مزعج كثير شكرا